مع اقتراب شهر رمضان المبارك وهو شهر للأسف تكثر فيه مشاهدة المسلسلات إليكم مثال عن كيف قام الإعلام الخبيث ببرمجة العقول على تقبل الحرام يشاهد مسلم وتشاهد مسلمة مشاهدة حميمية في الأفلام والمسلسلات أحضان قبلات إلى ما هناك فماذا تكون ردة الفعل؟ هل يقول أو تقول استغفر الله هذا حرام هذا زنا لن أستمر بالمشاهدة أعوذ بالله لا مع الأسف في الغالب تكون ردة الفعل متعاطفة مع المشاهد الحميمية ومتقبلة لها يبدل مسلم والمسلمة إعجابا بالحب والغرام الرومانسية المتمثلة في تلك المشاهد القذرة وإذا اعترضت عليهم وسعيت إلى توعيتهم يقولون يا أخي هذا مجرد تمثيل لا تكون متشدد لا تزودها بل نكد يا شيخ الخلاصة يجب علينا أن نتخلص من تلك البرمجة الإعلامية التي زيفت وعينا وجعلتنا نتقبل المنكرات ونزكيف معها بدلا من أن نقاطعها ابتغاء مرضات الله هناك الكثير من أبواب ترويح النفس المباحة الخالية من المحرمات ولسنا مضطرين على اكتساب الذنوب وبرمجة عقولنا على تقبل الحرام واستساغته وتكيفه معه نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويعفوه عننا وأن يعيننا على طاعته وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من الراشدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة